ونبقى مع الفبركات التي تستهدف تركيا ورئيسها رجب طيب إردوان ولكن من زوية أخرى أبدعتها الحسابات الوطنية المصرية والحسابات الليبية الحفترية حيث تداولت الخبر التالي عاجل السودان يجمد أحد عشر اتفاقية تعاون مع تركيا مع إلغاء ثلاثين عقد استيراد لمواد وسلع تركيا كدنا أن نحيي صفحة قلم المشير الاحتياطية على هذه الفبركة التكتيكية ونقول لهم توزيع قوية لكن حظهم العاثر هو أن نشر الخبر المفبرك تزامن مع إشادة وزير الخارجية السودانية بالعلاقات مع تركيا خلال لقاء جمعه بالسفير التركي ناقشا خلاله وتعاون في مجالات عدة تشمل قطاعات الزراعة والصحة والفن والثقافة والتعليم والصيرفة والتجارة والطيران